شباب المناطق وأسر الشهداء والجرحة بعملية كرامة لاحظنا ما تمر به البلاد في الآونة الأخيرة من أحداث مؤلمة في خروج مجموعات من الشباب في عدد من المناطق تتمثل في حرق الإطارات والاحتداء على مرافق ومقرات الدولة على شكل مظاهرات تطالب بحقوق مشروعة لا يمكن تجاهلها ونحن إذ نؤكد ذلك نؤكد أيضا على أن الأعمال التخريبية من شأنها أن تزيد من معاناة الناس وتفاقم الوضع بسبب خروج هذه المجموعات ليلا وبعضهم يحمل معه أسلحة فلو كان الأمر مجرد مطالبات سلمية لماذا لا يخرجوا في الساحات العامة وفي وضح النهار كما ورد في بيان القيادة العامة وبيان مجلس النواب رغم تأكيدنا على أن هذه الطريقة ليست الطريقة الشرعية في المطالبة بالحقوق وإنما وصلنا إليه في حربنا على الإرهاب وتقديم آلاف الشهداء والجرحى هو مكسب لا يمكن التفريط فيه مع علمنا بوجود مندسين بين هؤلاء الشباب غايتهم خدمة أغراض العدو وتدمير مكاسب كبيرة من أهمها الأمن الذي تحقق بعد مواجهات ودماء زكية لا يمكن التفريط فيها عليه فإننا نستنكر أعمال التخريب والحرق ونحذر هؤلاء المدسين بالذات أننا جاهزون لمحاسبة كل من تسول له نفسه استقلال هذه الظروف لأغراض دنيئة تخدم أعداء الوطن صدر في بنغازي 14 ستمبر 2020 الله أكبر الله أكبر شكرا